وقع المجلس الأعلى للمرأة اتفاقية عمل مع مركز وودرو ويلسون البحثي في الولايات المتحدة الأمريكية تنص بشكل أساسي على تبادل الخبرات والدراسات والتقارير وعقد المنتديات المتخصصة ذات العلاقة بالمرأة وذلك في إطار اهتمام المركز بقضايا المرأة حول العالم حيث يعتبر من المراكز البحثية ذات الاستقلالية ومرجعا موثوقا لدوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم وأوضحت سعادة الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أوضحت بأن الطرفين وبموجب هذه الاتفاقية سيعملان على تنفيذ سلسلة من النقاشات لتسليط الضوء على قضايا المرأة البحرينية ودول المنطقة ضمن المقالات والمدونات وإصدارات المركز كما يتعاون الجانبان في تنفيذ الجزء الثاني من المشروع البحثي الخاص بالقدرة على القيادة المرأة في الشرق الأوسط والشمال إفريقيا والذي يعد ضمن أبرز إصدارات المركز الهادفة إلى تشخيص وتحليل واقع تمكين المرأة ضمن النطاق الجغرافي للتقرير وبناء على هذا التعاون ستتيح مملكة البحرين للمركز المعلومات والبيانات لإعداد دراسة حالة عن جانب من جوانب تمكين المرأة في مملكة البحرين ضمن ما سيتضمنه التقرير من مقارنات لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا التعاون من فرصة لتبادل الخبرة النوعية في مجال تقديم المقارنات والمقاربات بين التجارب الدولية وأعربت الأنصاري عن تطلعها بأن تكون هذه الاتفاقية بداية لعلاقة مثمرة وطويلة الأمد مع مركز ويلسون بما تمثله من منصة عمل جديدة تهتم بمضمون التجربة البحرينية وتعرف بها بصورة علمية وواقعية لصناع القرار والمهتمين بهذا الشأن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها اليوم مع مركز ويلسون الفكري البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقارن له هو الحقيقة من أجل نقل تجربة مملكة البحرين نحن نعتبرها منصة إضافية من المنصات التي يتطلع من خلالها المجلس لنقل تجربة مملكة البحرين الوطنية في مجال تقدم المرأة البحرينية وستكون هناك آليات لهذا التعاون على سبيل المثال سنتعاون معهم في إصدار تقرير متخصص يركز على تقدم المرأة البحرينية في منطقة الوطن العربي والشرق الأوسط وهذا التقرير له صداه الواسع في المجتمع الدولي بحسب ما تابعنا وبحسب ما رأينا من مخرجات نؤمن بأن هذه المذكرة ستثمر على نتائج ملموزة متمثلة في أعداد دراسات وتعارير مبنية على أسس علمية دولية لتعكس ما قام به المجلس للمرأة بقيادة صاحبة سمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة رئيسة المجلس على المرأة غرينة سيدة صاحب الجلالة خلال العشرون سنة الماضية في تمكين المرأة وتقدمها في مملكة البحرين نحن في مركز البحرين الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الدراسات كلنا دعم لهذا التعاون ونؤمن بأن مثل هذه الشراكات ستبرز مكانة مملكة البحرين الأقليمية والدولية في مجال تمكين المرأة وتقدمها إن شاء الله بالنسبة لنا إحنا في جامعة ملكية البنات جدا مهمة الاتفاقية بحكم إننا إحنا ذراع البحثي للمجلس الأعلى للمرأة فيهمنا إن يكون لنا دعم من خلال الولسون سنتر والتعاون معهم ومع المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة وليتاحة الفرص بقدر مستطاع الهدف من اتفاقنا مع المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين هو كسر الحاجز الذي كسرته في التقدم المحرز على صعيد المرأة بمشاركتها بشكل كبير خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونحن حريصون على التعرف على هذا التقدم خاصة في العاصمة الأمريكية واشنطن ومملكة البحرين هي من أول الدول في المنطقة في مجال تمكين المرأة وهناك الكثير من الأمور التي تجعل البحرين متميزة في مجال المرأة على مستوى الشرق الأوسط هي فعلا بداية التعاون ما بين المؤسستين لتسليط الضوء على قصة البحرين أو رحلة البحرين في تمكين المرأة في الاقتصاد وتمكين المرأة في المجتمع وفي التعليم فمنحب أن نسلط الضوء على قصص النجاح بالأخص ليس فقط في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط وأيضا في واشنطن وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر